من راحب فيكم مشاهدين الأعزاء واسمحوا لنا أيضا أن نرحب باستوديوهات التلفزيون الأردني بالفنان التشكيلي وأيضا الناقد الفني للأعمال الفنية التشكيلية الأستاذ غسان المفاضلي أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان أهلا فيك وأهلا بالمشاهدين الكرام الآن أنا لما بحثت وقرأت عن حضرتك هناك أكثر من اتجاه في الفن تستخدمه وهو الرسم عن نحط وأيضا إعادة التشكيل كما تسمون الآن لا أحد يستطيع أن ينكر أستاذ غسان بأنه الآن الدول تستخدم الفن والرسالة الفنية والفن تجاوز الرسالة المباشرة لإيصال رسائل معينة إيصال قضايا معينة وبالتحديد القضايا التي تمث المجتمع والإنساني بشكل عام كم يلعب الفن بشكل عام والفن التشكيلي والرسم كم يلعب دور في التأثير على المتلقي لإيصال الرسالة أو التغيير في وعي المتلقي نعم يعني لا شك هو الفن عامل رئيسي من عوامل تحقيق الاستقرار الناعم الأمن الناعم إذا حكينا من وجهة من الوجهة التعبيرية الجمالية فالفن هو لصيق في الحياة وملتصق فيها وفي الإنسان ومن خلاله الإنسان يستطيع أن يهدب مشاعره وحسيسه وأن يبعد النفس عن المغالاة وعن التطرق والتعصب لأنه يقوم على الجمال نشر قيم الجمال بين جميع أفراد المجتمع الفن لا يعني فئة معينة إنما هو لجميع فئات المجتمع يستطيع كل فرد أي أن كان مستوى طبعا أن يتعامل أن يتذوق أن يؤول أن يقرأ الأعمال الفنية فعندما يسود الفن في المجتمع تسود القيم النبيلة والجمالية في هذا وهذا يعني يفتح أفاق معقولة وواسعة أيضا للإبداع والتكيف مع شروط الحقيقة أي أن كانت طبعا أستاذ غسان يعني أنا قلتها في البداية بأنه خرج الفن عن الرسالة المباشرة لإله أو عن الهدف المباشر لإله الآن الفن عم ينغرس في قضايا كثيرة وأبعاد كثيرة جدا له أيضا أبعاد أحيانا قد يكون اجتماعية سياسية أمنية اقتصادية وبالتالي يستطيع أن يغير الوعي عند المتلقي كما قلت في البداية كم لمست من خلال هالمشوار الطويل من ممارستك وانغماسك في الفن التشكيلي والنحيط وقضايا كثيرة واتجاهات كثيرة من الفن كم لمست فعلا بأنه قد يؤدي إلى تغيير في الدوق العام نعم يعني حقيقة كما ذكرت الفن يملك حزمة من الرسائل اجتماعية بيئية سياسية ولكنها رسائل غير مباشرة وتأثيراتها أيضا ليست على المنظور القريب هو فعل تراكمي تراكمي نعم ومبني بالأساس على الإعداد والتأسيس للفرد منذ البداية منذ الأسرة يعني الإنسان بطبعه ليس غريبا عن الفنون لأنه هو يعيش ضمن شبكة من العلاقات البصرية والجمالية والتقافية في محيطه وفي واقعه الفن يقدم مجموعة هذه العلاقات طبعا ضمن نظامه ضمن بنيانه الفني ويستطيع ضمن هذا النظام أن يصل كما ذكرنا سابقا إلى جميع فئات المجتمع لا يملك رسالة مباشرة لأن الرسالة مباشرة نستطيع أن نقدمها من خلال النص من خلال الخطاب اللغوي الفان يمتلك خطابه الخاص الفنون البصرية وهي فنون تندرج ضمن جميع تنويعات الحياة وأصناف الفنون البصرية لأنه نحن نعيش تحديدا في وقتنا الراهن يعني ضمن غابة من الصور البصرية طبعا أي كانت في الشارع في البيت في وسائط الميديا المتنوعة الفن استطيع أن يهدب جميع هذه المعطيات البصرية ضمن اشتغالاته سواء كان في النحط أو في الرسم أو في الفنون الإنشاء والتركيب وهناك تجارب عديدة تحديدا في مجتمعنا فناني استطاعوا أن يوصلوا حتى إلى فئات قد نستغرب مثلا هناك صديق لنا وزميل فنان نعم سواء البقاعين يقدم رسالة اسمها عبق اللون فنان تشكيل أردني منعتز فينا نعم ويقدم هذه الرسالة لضعيفية البصر وهذا شيء غير طبيعي اعتمد على تقنية جديدة على حس الشم لتمييز الألوان هي تجربة كانت استثنائية وفريدة بأن نستخدم الرسم كما استخدمه الأفنان الأردن منعتز فيه بأن ضريري البصر أو فاقدي البصر أنهم يرسموا تحسسوا الألوان يميزوا الألوان من خلال الرائح طيب الآن كما للإعلام مسئولية للفن أيضا مسئولية وهذه المسئولية يعني يجب أن تكون أخلاقية بين قوسين كم يلتزم أو على الفنان التشكيلي أن يلتزم بالمسئولية الأخلاقية المجتمعية في إيصار رسالته أعتقد الفن يعني هو القادر على الالتزام بالرسالة الأخلاقية لسبب بسيط أنه قائم على البعد الجمالي الرئيس المحرك والجمال والأخلاق والحق وقيام الخير هذه القيم كلها متكاملة مع بعضها البعض نحن نحن نحكي على إيثيكس على أخلاق نعم نعم على الأخلاق الأخلاق تستطيع الفن من خلال قيم الجمال أن يقدم مسارات مسارات متنوعة متعددة للفرد وتعامله مع جميع القضايا طبعا من المنطلق أخلاقي حضرتك لك بحق طويل في الفن التشكيلي والنحط وأمامي الآن حتى هذا الكتاب المميز لأعمالك وأيضا آخر معرض على ما أعتقد أقمته أستاذ غسان من هو هل هناك معايير للفنان التشكيلي الذي نريد أن يوصر رسالة أو تريد جهة معينة من هو الفنان الذي نستطيع أن نقول عنه فنان له تأثير على تغيير الذوق العام في المجتمع أو تغيير الوعي العام الاجتماعي هل هناك معايير لهذا الفنان لأنه ليس كله فنان أكيد نعم بنفس الدرجة والثقافة والفكر والوعي والرفاهية الفكري نعم نعم يعني المعيار الرئيسي هو المعيار الجمالي في الرسالة الفنية يعني علي أن أقدم رسالة جمالية من خلال عملية الفنية نعم بدون الجمال لا يوجد هناك فن نعم الجمال يعني فيه هو جمال النظام الفني جمال العلاقات وجمال المحتوى نعم جمال محتوى وسهولة إيصال الرسالة الفنية بشكلها الفني غير مباشر نعم وهناك طبعا نعرف أن هناك في رمزية في تعبيرية في وسائط أو في المدارس الفنية جميعها تلتقي وتتقاطع في تقديم الرسالة القيمة الجمالية للمعطة الفني وهذه القيمة الجمالية هي المعيار الأول والأخير للعمل الفني بينما المحتوى فهو المحتوى للجميع لا يوجد هناك محتوى مغلقة المحتوى العمل الفني مفتوح ويملك إمكانيات الانتشار للجميع حتى خارج إطار العمل الفني نعم نعم يعني أنا السؤال أطرح بطريقة ليست هي ينتهي بسؤال وإنما ملاحظة لدينا أصدقائك فنانين أردنيين وصلوا للعالمية وأيضا وصلوا حتى أستطيع أن أقول إلى العالمية وإلى دول عربية أخرى الفنانة التشكيلية غدير حددين نعم وأيضا لدينا سهيل بقاعين نعم اللي ذكرناها قبل قليل كم التشاركية بينكم كفنانين أردنيين متميزين في الفني التشكيلي كم الانتر آكتف والتعاون بينكم تلتقوا على قضية معينة تشتركوا في أعمال مشتركة حتى توصلوا وتغيروا أيضا في المجتمع بشكل عام نعم الفنانين بطبيعة الحال بيلتقوا دائما أو بيتواصلوا ضمن تجاربهم المتنوعة أكيد ويفيدوا بعضهم المعب أكيد أنا أشترك تغريبا في مجال القراءات الفنية والنقدية فأنا أقدم ملاحظاتي وهي ملاحظات مشتركة بين الفنان أو عمل الفني فبالأساس هناك تشارك وثيق بين الفنانين وبين أعمالهم الفنية لأننا نعيش في ظروف واحدة في بيئة واحدة في مجتمع واحد وحتى وإن كانت ذات أفق إنساني وعالمي ومنتشر لكن بما نحن في بيئة وفي مجتمع واحد ضرورة أن نتشارك وأن نتفاعل وأن نقدم ملاحظاتنا حول أعمالنا ببعضها البعض طيب أستاذ غساني الآن يلتقي الفنانون في المهرجانات وفي المهرجانات هناك فرصة أيضا ليكون هناك تواصل بشكل أكبر وجها لوجه مع الهدف أو التارجي التاحكم كفنانين وهو المتلقي المهرجانات فرصة حتى نوصل للرسالة بشكل أسرع على سبيل المثال لدينا مهرجان جراش والفنانين الأردنيين التشكيليين والنحاتين والرسامين مشاركون أيضا في هذا المهرجان كم ستوظفون الفن التشكيلي لإيصال القضايا الإنسانية والأبعاد الإنسانية على سبيل المثال لما يحدث في غزة نعم أذكر تحديدا في غزة سبط وأن قام العديد من الفنانين بعمل أعمال فنية من مخلفات الحرب مخلفات الحرب في أكثر من مكان وهذا يعني الفن يستطيع أن يقدم رسالته في كل الظروف صحيح في السلم وفي الحرب نعم طبعا لأنه رسالته ليس محصورة في وقت معين هو مع الإنسا مع الحياة الفن جزء أصيل من أصالة الحياة لا ينقطع ولا يتوقف ونحن في الشعر محمود درويش الشعر الكبير نعم هو حتى نحن نستطيع أن نتصالح حتى مع الفكرة السوداء حتى مع الموت بالفنون لقد غلبتك يا موت الفنون جميعا نعم صحيح فنحن الحرب لا توقف الفن بالعكس يمكن أن يكون هناك ليس حوافز أن يكون هناك تعبيرات جديدة تعبيرات نعم نتشفى من خلال المآسك نعم أنا يعني لا أقدم احتفاءا ترفيهيا بالفن أنا أقدم رسالة إنسانية وجمالية أشكرك على هذا التعبير حتى تصديقا لهذا الكلام أستاذ غسان اسمح لي بأنه كثير من المنظمات الدولية الهامة جدا حتى الأمم المتحدة استخدمت الفن لإيصال قضاياها الإنسانية والتغيير في القضايا الإنسانية استخدمت الأمم المتحدة فنانين تشكيليين ليقوموا بي من خلال الرسم بإيصال قضايا إنسانية عن المعاناة وحقوق الإنسان وحقوق الطفل ولذلك أنت قلت كلمة الفن ليس لحالة الفن حتى ليقى الحرب والحالات التي تمر بها الشعوب بشكل عصيب جدا كما يحدث في غزة الآن سأتطرق إلى قضية أخرى بأنه يعني أحيانا قد يكون هناك مهرجانات وأتحدث بما في ذلك عن مهرجان جرش يرصد ريع عمل الفنانين لدعم إخواننا في غزة أو لقضايا إنسانية أخرى كم هي هذه المهرجانات مهمة أيضا لمساندة الأخرين المهرجانات ليس للغناء ولا للرفاهية ولا للموسيقى فقط يعني هذا دعم إنساني أيضا لغزة نعم لا هو دعم ما دمت أنا أتعامل مع الجمال وأقدم رسائل إنسانية وأخلاقية من خلال الفن فأنا لا يتعارض هذا ولا يتناقض ما دام هو ليس فعل مزاجي ولا ترفي هو ضرورة ضرورة في جميع الظروف وفي جميع الأحوال نحن نعتمد على الفن الفن هو ركيزة أساسية لتصويب الإختلالات سواء في المجتمع أو في الدول أو في المحيط نحن أيضا مع البيئة هناك الفنون مثلا الفنون التي تستخدم التدوير للتخفيف من وطئة التلوث طبعا طبعا يعني هذه الرسالة بيئية وجمالية بنفس الوقت يعني ليست هي وظيفية فقط هناك أبعاد جمالية يعني المهرجينات أنا أتغير شاركنا في الكثير من الملتقيات الفنية نحن نستفيد خبرات مع بعض الملتقيات والمهرجينات ونقدم رسالة مشتركة يعني الرسالة المشتركة والجمعية تكون أكثر تعثيرة ومفاعلية من الرسائل الفردية فهذه أهمية المهرجينات والملتقيات الفنية في إيصال الرسالة إلى أقصى مدىها طبعا الفنان التشكيلي غسان المفاضلة وحضرتك أيضا ناقد للأعمال الفنية التشكيلية فخرون بهذا الاسم لفنان أردني تشكيلي من الأردن أهلا وسهلا فيك في برنامج بيت لألكل وكما قلت الفن ليس لحالة السلم والرفاهية لوحدها وإنما أيضا للحرب لما يحمله من رسائل كل شكرا لتواجدك معنا في برنامج بيت لألكل ترجمة نانسي قنقر